اشتركوا في القناة واكد رئيس عبدالفتاح السيسي في مداخلة له خلال الافتتاح اهمية واولوية استمرار العمل في العاصمة الادارية الجديدة رغم ما تتكلفه من اموال طائلة وفي ظل ظروف صعبة لافتان الى ان تكلفة الشبكات الرقمية المؤمنة بالعاصمة الادارية الجديدة تبلغ مئة مليار جنيه فقط كانشاءات مدنية لاقامة شبكة محصنة لا يمكن اختراقها على عمق 15 مترا تحت الارض تضم الخوادم الرئيسية لشبكة الرقمية كما شهد رئيس سيسي فعاليات الجلسة الحوارية للشباب المشارك في المبادرات والمستفيد من المنح الخاصة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انت بتتكلم حضرك على الكلام اللي اتعملت بيه المراكز لكن ما اتكلمتش على ان المنشآت اللي اتعاملت فيها المراكز دي اتكلفت كم صح مش كده ولا انا صح وانا بقول كده للناس اللي موجودة دلوقتي وبتسمعني لان احنا احنا عملنا يعني رئيسي وتبادولي مش كده صح التبادولي الواحده متكلف بنية انشائية دكتور مصطفى عشرة مليار جنيه الواحده والتاني كام اكتر شوى فن الاصلي اكتر شوى طيب انا بقول كده للي بيسمعني ليه لان فيه كتير مننا محتاج انا اسف ان اطعطا لان الفكرة هنا وانحنا بنتكلم عايزين لما نيجي نتكلم على موضوع دايما نقول منين وبكام ليه احنا عملنا اه احنا بنقول دلوقتي لكن احنا عملنا بكام وده جي منين المراكز دي معمولة محصنة لا يمكن يعني الاقترب منها صح كده صح كده خالص باي شكل الاشكال وعشان تتعمل بالطريقة ديت خمساشر متر تحت الارض مش كده دكتور مصطفى انت بتتكلم المركز الواحد تتكلف عشرة مليار جنيه على الاقل انشاءات مدنية عشان اوفر مكان تحط فيه اللي هي اللي بتسموها الخوادم الخوادم اللي هي الرئيسية اللي اتعملت في الموضوع الدكتور عمري بيتكلم على التكلفة المالية بتاعة الشبكات اللي جوه والمركز مش حتى الشبكة اللي بتتصل بالعشرين الف المبنى اللي بيتكلم عليهم اللي احنا بنربط بها الدولة او اللي بتربط بها الحي الحكومي مش كده افدت عشان نعمل ده للدولة انا لا ابالغ انا لا ابالغ لو قلتلكم ان احنا عشان نخلي الحي الحكومي مش كده يا دكتور مصطفى الحي الحكومي حي مميكن بشكل يوفر عمل متقدم جدا للدولة المصرية سواء بان احنا عملنا مراكز البيانات او الجزء اللي اتعمل بالخمسين الف موظف على الاقل اللي احنا كلمنا عليهم ثم الشبكة بتاعتهم المؤمنة انا مش هكون مبالغ لو قلت ان الرقم وطبعا المراكز الاخرى اللي مش كده انتو بتكلموا في مئة مليار جنيه انا لقوا بالغ بس انا عارف الرقم ده جنب الرقم ده جنب الرقم ده عشان كده قلتلك الرقم كام ليه بقول كده عشان نقول ان الدولة الحكومي الدولة المصرية لما تيجي تعمل موضوع زي ده عشان تحول الدولة واداءها من دولة كانت بتشتغل ورقي الى ان هي تتكلم رقمي ثم بنتكلم على ان احنا دي واحنا شغالين دلوقتي بنعمل زكاء الصناعي حتى يتم ان يبقى فيه جزء من العمل اللي بيتم بالزكاء الصناعي صح كده بعث الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي ببرقية تهنيع للرئيس السيسي لمناسبة حلول عيد الاطحى المبارك 2443 هجريا واكد وزير الدفاع الاستعداد الدائم لرجال القوات المسلحة للبذل والعطاء ماضينا خلف قيادة سيد الرئيس الوطنية لاعلاء مكانة امتنا المصرية وحماية مصالحها واهدافها العليا وتحقيق ما يصبو اليه من الامال والتطلعات لمصر وشعبها العظيم بعث سيد محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنيع الى الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الاطحى المبارك واكد وزير الداخلية الحرصة على تدعيم ركائز الاستقرار لتمضي مسيرة العمل الوطني في تحقيق اهدافها وترسيخ غدا مشرق بالتنمية والازدهار اعرب وزير الخارجية سامح شكري عن التطلع الى تعزيز الاستثمارات البريطانية في مصر بشكل عام وفي مجال الاقتصاد الاخضر بشكل خاص جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير اليوم مع ممثلي مجتمع الاعمال والمؤسسات التمولية واستعرض وزير الخارجية خطوات الحكومة المصرية بهدف اعادة هيكلة الاقتصاد المصري وعلى رأسها العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية واتاحة العديد من الفرص امام شركات القطاع الخاص للدخول في مختلف القطاعات الاقتصادية نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار بالغاء قامة صلاة عيد الاطحى بالساحات والمساجد الكبرى واشددت توزارة الاوقاف على ان صلاة العيد قائمة بالساحات والمساجد الكبرى دون الغاء مشيرة الى انه تم تفويد مدري المدريات على مستوى الجمهورية بالاعداد الكامل صلاة عيد الاطحى بالساحات والمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة وفق ترتيب كل مدرية وبالتعاون مع المحافظات يستضيف فريق بيرامدز في التاسع مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي نظيره فريق سيراميكا كيلو باترا في اطار منافسات الدور السادس عشر من بطولة كأس مصر كما يلتقي فريق طلائع الجيش في سادسة مساء اليوم على استاد جهاز الرياضة مع منتخب السويس في اطار منافسات الدور السادس عشر من بطولة كأس مصر